اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر فاخذت من سمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل فانفتحت عينهما وناخد درس في الاسرة وهو الحرص من المشورة الخاطئة الاسرة المسيحية يكون عندها دايما حرص وانتباه لكل الافكار التي توجه اليهم او الافكار التي تصلهم نحن نعيش في عالم معقد جدا من الافكار بناخد افكار من كل حاجة حولينا من الاصدقاء والاقارب ومن المعارف ومن الشغل ومن الميديا ومن الجرائد ومن 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 معرضة كل اسرة دائما لافكار ومشورات ونصايح محتاج ان يكون لنا وعي روحي ايماني حقيقي يخلينا نفرز كل ما نتعرض اليه او ما يورد الى ازهاننا من افكار حياة الانسان عبارة عن اعمال والاعمال بتبدأ بافكار فاذا كانت الافكار صالحة تصير الاعمال ايضا حسنة واذا لم تكن الافكار التي نأخذها وتدخل جوانا ونتفاعل معاها وتظهر في حياتنا كثمار عملية صالحة فتكون هذه الثمار العملية خاطئة كما حدث لابوين الاولين ادم وحوال نحتاج ايضا ان يكون لنا قيادة روحية مضمونة وموسوخ فيها نراجع عليها كل فكر يدور في زهننا احنا شفنا مرة في بستان الرهبان احد الابا القديسين القديس ابو مار جاله فكر انه يدخل في البرية الجنية يقول الكتاب سير الرهبان انه قاعد حوالي سنتين او ثلاثة يناقش هذا الفكر ويصلي من اجله هل الفكر ده من الله نحن نحتاج اننا يكون لنا في الاسرة نفس التفكير في امور حياتنا نحتاج اننا ننتبه لان كثير من الاسر وقعوا في مشاكل نتيجة مشهورة خاطئة من اي طرف من الاطراف المحيطين وينا هل الطرفين في الاسرة الزوج والزوجة بيتشوروا مع بعض قبل البدء في اي عمل او في اي تصور او في اي خطوة في حياتهم علشان يسندوا بعض عندما يقول الكتاب ان اثنان خيرهم من واحد فدي بالاكثر تنطبق الاسرة التي تتشارك مع بعض في التفكير في كل فكرة او في كل رغبة او في كل مشهورة يحتاجوا انهم يتصرفوا فيها هل بنطلب صوت الله قبل التنفيذ اي عمل لو كان ادى محاول رجعه لصوت ربنا وللوصية للدعم ربنا ما كانوش اخطأه ما كانوش سمه بكلام الحي او الشيطان هل بنعلم اولادنا هذا هل بنرجع الى مرجعية معصوقة ومقدسة لكي نختبر فيها كل الافكار التي تدور في ذهننا والتي تصل الى ازهاننا واي مشهورة بنعرفها هل هي صالحة ام لا مهم جدا ان الاسرة يكون عندها اهتمام بكل فكر لألا يسقطوا في خطأ ولألا يؤثر تأثير سلبي على حياتهم كاسرة ونفقد الصورة المقدسة التي ارادها الله للأسرة المسيحية ترجمة نانسي قنقر